ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم الى 42 حالة وفاة بتركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الرجاء ودع اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرز على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصر ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم اثر تصرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا الى 42 حالة وفاة فيما اعلنت السلطات عن انتهاء عملية انقاذ العالقي وقال رمضان تيغ حاكم بلدة تابعة لمدينة امصر بولاية بارتن اليوم ارتفعت ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتن الى 42 حالة وفاة وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قد صرح بان التحقيقات الاولية اظهرت ان الانفجار ناجم عن تصرب غاز وفي سياق المتصل اعلن الرئيس التركي رجب تيب اردوغان انه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل الى مكان الحادث اليوم وقال اردوغان في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر اتمنى ان يرحم الله اخواننا واخواتنا الذين فقدوا ارواحهم في انفجار منجم التعدين في امصر بارتن واعتمنى لاخوتي واخواتي المصابين بالشفاء العجل ونأمل ان لا يزداد الخسائر في الارواح اكثر واكثر وان يعصر على عمال المناجم على قيد الحياة مضيفا كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا